اشتركوا في القناة قام بتسجيل وانتاج واخراج هذه الحلقة عبدالحافظ محمد خير من السوديوهات ساوث نورث ميديا نتابع حلقة اليوم في برنامج بيوت الاشباح انا محمد القاضي او محمد اسماعيل القاضي من مواطني الخرطون ثلاثة تولدت قبل 68 سنة وزكة انا جزء من اسر كبيرة من عشرة اشخاص سبع اولاد وثلاثة بنات كلنا تلاقينا تعليم جامعي تعليم مجاني الزمن دا كان التعليم كله مجاني انا ومعظم اخواني درستم في مدرسة واحدة اللي هي الكليل القبطية تابعة للكنيسة القبطية لكن بتقدم المنهج الدراسة المصري والسبب الوحيد لانه المدارس الحكومية كانت اظنوا فيها رسوم زي 2 جنيه ولا حي بالشكل دا فكانت بتكون مكلفة بالنسبة لرب اسره كبير خاصة في الزمن دا كان رب الاسره هو شخص واحد هو بس اللي بيصرف على اسره كله والدنا نحن زي معظم الناس الكبار في السيف في الوقت داك اتحاديين ما ختمية اتحاديين لكن فكان نازل مرشح الوطن الاتحادي في الوقت زي ذاك وفيه مرشح بتاع الحزب الشيوعي احمد سليمان فلنذكر والدنا كان يعني معطرد على المرشح بتاع الاتحاد ديمقراطي حزبه انه بيعتبر انه ضعيف وما هيخدم الناس وكان وقف مع المرشح بتاع الحزب الشيوعي رغم انه ما شيوعي ونصح عدد من الناس بما فيهم اخوي الكبير المرحوم انه انا بقترح قال له انك تصوت لأحمد سليمان لانه حيفيدنا اكتر بيجيب الصوت بتاعنا في البرلمان اكتر من الناس بتاع منطقة خرطم ثلاثة منطقة اه صغيرة محدودة لكن فيها منطقة بتاع توعي كبير اه تربيت هناك في المدرسة اتناشر سنة وبعد كده قدمت للمنحة الخارجية واتقبلت في مصر كنت درست جامعة في مصر هناك كل هذا الزراعة وكان بيناخذ في الزمن ذاك منحة من السفارة السودانية سبع جنيهات في الزمن ذاك رغم انه انه احنا كل المعروف عدد ضخم كل الناس كانت معارضة للنظام بتاع حكم اميري لكن عشان تعرف انه كان الدولة بتفصل الحياة يعني انت ممكن تكون عرضوك دخلوك سين اي شيء لكن حقوقها انت كمواطن بتأخذ في الزمن ذاك اه اتخرجت من الجامعة في مصر اتخرجت واجيت شتغلت في السودان اه سنة ستة وسبعين كنت شتغلت في وزارة الزراعة اتنقلت مشيت شتغلت في الجزيرة شتغلت في دارفور شتغلت في مناطق كثيرة عديدة هناك لما انطلع النميري لما انتجنن وبدأ ينتبه انه اليسار بيقود حملة بتاعه ما سوري ما اليسار براه ولكن معظم الناس طلع قرارة ساعة تسعة ونص يوم في المسر فصلنا نحن كل الزراعين اللي كانوا في اللجنة المركزية انا كنت واحدا جاي بمثل منطقة دارفور كنا نحدث على اثنين من دارفور ففصلت انا اللجنة المركزية كلها الوقت زي داك يفصلوك لكن ما بودوك بيوتجباحوا ولا بيعتقلوك ولا ايش فصلوك بس يعني فاشتغلت في القطاع الخاص لغات ما اشتغلنا ادانا فرصة انه الواحد يهيئ ويحضر في الانتفاض يكون مشارك مشاركة فعالة انا كنت ازوجت زوجته ياديكا قابلت اوين ماجد محمد علي فتلاقينا وزوجنا وانا سكنت في منطقة الرياض ومنطقة بتاع الرياض وبوري وامتاب ناصر ديه كان كله بتعتبر سياسيا كده في مجموعات كبيرة اليسار عنده دور كبير فيها جدا التحضير للانتفاضة كان كله تم عدد من البيوت السيرية كانت كثيرة موجودة في المنطقة الانقلاب قامت سسعة وتمانين والذكر كان من هو الناس الناس انه عرفنا انه طوان انه دا تاني يوم كان الحزب الشوي طلع بيان انه دا انقلاب بتاع الجبهة الإسلامية كان في وجهة النظره انه نحن اهم حاجة ان يبتدي نبني الفروع لانه بعد ثلاثة اربعة شهور كده بدأت العملية بتاع التعذيب والمعلومات تطلع الحالة في حالة بتاع الزعر كان الاهمية بتاعتنا انه نبني الفروع تاع التحالة والديموقراطي وانا كنتم الناس الناشطين ومنسؤولين انا من ضمن لجنة سباعية في منطقة الخرطوم مدينة الخرطوم دي اللي هم نسمياني كانت المسؤولية بتاعتنا ثلاثة وعشرين فريع تم بنائهم وتفعوا على حيلهم بقى شغل مركز بتاع معارضة سلمية ضد النظام يوليو تسعة وتمانين الحزب الشويعي طلع بيان من نص صفحة صغير كده مطبوع برونيو وزعوا انه في عمليات بتاعت في محاولة لتصفية قيادات الأحزاب السياسية وجاب منا ذكروا انه التعذيب المهين تعذيب نفسي وجسدي اعتقل لسيدة الصادق المهدي في وقت انه قاعدوا على كرسي بثلاثة كرعين بسوقو من ثلاثة نوكوبر للتحقيق فالحزب الشويعي طلع انه في مسألة مهمة جدا انه رسالة للمجتمع الدولي انه في محاولة لتصفية الحتة لانه بعدين عبد الرحيم وحية الدين المؤرخ بتاع الاخوان المسلمين في 2006 طلع الكتاب ضخ بتاعه 45 صفحة وذكر فيه في الجزء الاول الباب الاول فيه وذكر انه ياسين عمر الامام ياسين عمر الامام اقترح في الاتماء انه يصفوا كل القيادة بتاع احزاب مهدي وصادق المهدي ومحمد ابراهيم نقد ومحمد عثمان مرأي يصفوا الناس الكل يتخلص من التراجز على احزاب ده كله واقتراحه ما لقى يعني كان الاخبار ده كل حقيقية ده وتمت الانقاذ لسه كان بيوت اشباح ما فيه خبر اول مبادر بتاع البيوت اشباح لما الناس دخلوا بده الناس كلام ده في شهر عاشرة بده دينا نحن بنبني في فروب التحالف الديمقراطي ونبني في التحالف الديمقراطي في الخرطوم انه فيه كلام بانه في بيوت الناس بيعتقلوها وفيه تعذيب في الاول انا ما صدقت انا زول لاحظ انا زول معتبر قائد سياسي فوقت كتير ما كنت مصدق لما جاتنا معلومة انه يااخي في زول محامي اه تم اعتقال ويعني الزول تم رقم ونهار شديد جدا من هناك ورفض يتكلم وقال في انه كان معتقل في حتة ونحن كنا قللين في كوبرا قالوا لا ما في كوبرا في حتة تانية بيت حكومي بيوت الحكومة وانه انا كان بيرى انه بيشوف اللوغو بتاع سيتي بانك فوق الكلام ده انا كلفت على اساس انه من مواطن خرطوم مولود هناك انه فتش البيت اللوغو ده فتشنا كل البيوت اللي حوالينا دي ما لجينا اي اتا نصله كافي اواريك انه البتاع ده احنا واندد اب في البيت اللي بنفتش فيه ده مبكر محمد عطا الزول بتاع الامن بتاع جهاز الامن اخر رئيس اللي جهاز الامن قول بما يجيبوه هنا السفارة في واشنطن كان مهمته مراقبة كل القوة بتاع اليسار وما فيهم بيتنا فانا كلمني واحد حتى واحد صديق لدينا من البعسينج قال لي اخي اعملوا حسابكم الزول ده براقب في بيتكم بتاع وليتر اون لقيت المعلومات دي لما تم اعتقالي ليتر اون انه دي حقيقة هو هو في الوقت زي ذاك كان يعني مساعد لزولن بمارس التعذيب عليه حمد عطا نفسه ما مارس التعذيب عليه لكن كان من ضمن التيم البلغ علينا اول اتصال جهاز الامن جاء يوم 28 شهر 12 سنة 89 اتصلوا بي جيوني في البيت زيارة يعني انك تيجي حتشتغل معانا ونحنا حنزبتك حنوديك بعسات في الخارج وحنوديك وحنعقون ناس في البتاع ادلت الزيارة الاولى الزيارة التانية فيها كانت تهديد والله ياخي انت عارف انه بيحصل للناس شنو لما نقص شنو كانت بتي الصغيرة السارة اللي هي الموسيقية حاسي لو بعض الناس هنا بعرفوها السارة كانت بتلعب هي وبنات خالاتها وبنات عماتها بلعبوا في الشارع وانا واقف في الباب هما اتنين ديوني بتوع امن واقفين واحد بروفشنل من شكله اللي هو طلع ليتر اوني اسمه عبدالله جابر وهو اتنين تاني معاهو فقال ليه عايلكي قال ليه تعرف بيحصل للاطفال شنو والبتاعشنو يعني ممكن نأذيكم كيف قال ليه عرفت الوضع الحاري بعد كده هاني ما في طريقي انه انا استمر في البيت فوقيت بغير المكان مرة للتانية المرة التالتة لما نجو في البيت انا كان اريدي جاتني معلومة من بعض الناس النقابيين وناس الديموقراطيين انه فيه حملة تعتقالات حتيين في الاسبوع ده ما تبيتوا في بيوتكم فاجوا عملوا زعر شديد جدا في البيت نطوا تلبوا جيوا بوكسيين كده سالحركات الاعتقال صادروا حياتهم إلى البيت فتش في الظلمة دي لقوا حاجة يعني لقوا تذكرت نشرة بطلعها كان محمد محمود بروفسور محمد محمود نشرة هالياقظة يسمى نشرة لرصد العقل السلفي وشعلوا الباسفورت بتاعي وقال لهم خلي الزول دي يجي بكرة يجينا في جهاز الامني يجينا في الجهاز هنا احنا ما عندنا نشير لديو حياتهم هنا اخر اتماع كان في واحد من اللجنة اللجنة القيادية في منطقة الخرطوم للتحالف الديموقراطي وفرع التجمع في الثولة كان مؤمن مكان اتماع شك قال المكان ما صحيح كده فاضطرنا نغيره قالوا نغير المكان على اساسي نقولنا نتكلم في الطريق والغاية ما نوصل لحمد العبدين بيته في بوري واحد مننا ناس يا جماعة دون شاي وبتعلم نقول ان يتونس كاعدنا كده حمد العبدين لانه طبعا بالحس السوداني ما دار نقول يماعة ما مفروض تشربه شاي الحيطة دي مام مؤمنة وشنو ونذكر واحد مننا نعلق قلمتوا الشواجدين والله حتى تودونه في داهية حب الشاي فقعدنا نشرب الشاي زي ما متوقع محمد العبدين للأسف انه بعد نصف ساعة قاعدنا نشرب شاي ونتونس وبعد المعلومات عن الحاصل كذا كذا جت ثلاث عربات بتاعت أمني باكاسي تايوتات كورولا تايوتات هاي لوكس بيضاء ونزل مننا مجموعة بتاعتنا ناس حوطوا المنطقة بتاعتنا نحنا كنا قاعدين زي 6 اشخاص 6 اي او في ناس الحل اي زي ما يجيب يسلم يشرب شاي يتفضل يشرب شاي يتفضل مع الناس يتونسوا المهم نزل ده زول نطة من اول زول نطة اللعبس كلهم ملابسين ملكين كلهم مسلحين وواكفين انا الملازم احمد شمس الدين اخو ابراهيم شمس الدين طوالي اضاف ليه التعريف اضافه فو الشبه من ابراهيم شمس الدين اه فالهم لوقت لقت كده لقت الناس كله دخل الناس كله شحنونه الناس في العربات انا سائق عرب التلفية ركب معاي اه زول بتا امن معاو مسدس راكب في المقعد الخلفي وماسك بالدون النازل كله ساقول نازل كله والدون على اساس نحنا ماشيين على الجهاز الرئاسة بتاع الجهاز الامر في الطريق اتوقفوا قدام بيت واحد من زملائنا اه المرحوم امين محمداني امين حسين محمداني اه والمهم المسأل انا ملكت المعلومات كلها لأسرته بعد ما طلعت المعتقل دخلوا بيته دخلوا فتش في البيت داخل وفي اثناء خروجه من البيت يا امين محمداني وطفله الصغيرة نصري حس قانوني وكبير جدا اه يطلعين من البيت شكرا يا امين محمداني شكرا كتر خيرك وكده الحلة كلها طالعة في بري هناك لان الشوارع ضيقة عارفين دي عربات امن هنا الرسالة شنو للحلة كلها ده البلغ على المجموعة دي والمسألة هي عرفت الرسالة طوالة دي هم القصد منها نحن تفاهمين الحقيقة دي شغل بتاعنا ما ضرور علينا بعيدا انه انا بسيق في امين زي اخوي زي اي شيء المهم تساقونا ودونا الرئاسة بتاع جهاز الامن العمارة لما نعتقلونا نحن الستة اعتقلو تالي زي ستة او ثمانية اشخاص اي زل حين في الشارع في المنطقة بالفهم بتاعهم متخيلين انهم بأمنوا الاجتماع اي زل هنا بدوا ينادوا ناس لقينا عدد من جهاز الامن الافراد جاي منك كل الاطراف المباني وطالعين احمد شمسدين واقف فشاف القلم عندي قلم فاركر هنا في الزمن داك قال لي القلم دا سمح ما بتستاهلوا انت شوع يا كافر ان شاء القلم دخله في جيبه وانا ما لسه ما بتهم فاول شي هو البدل ضد الإشارة بتاع الحفلة ضربة ضربة الأولى اذكر لان كنت متوقع ما قدر تعمل اي شكل توقع عشان تحمي نفسك اسفل البيت وفي اللحظة دي الناس كلها سرخت شفتك انه ناس وراخهم دا للضرب بدء ضرب كان غريب جدا خراطيش كرابيج يعني نذكر في واحد منه كان ماسك ميريك بتاع انقريب صغير حباب صغير كده ميريك بتاعه تذكر لانا شوفته ان شاء الله ميريك دا بضرب بهم الحاجة الاساسية كان انه الناس هناك اي زولين في الحفلة انا عارف انه ذا زمان بيقول لك المصرين كان عندما يقول لك التشريفة التشريفة دا بتتعامل في اكسام الشرطة لما يجيبوا زول جديد ولا نزيل جديد عمل الحاجة اهم شيء انك لازم تحمي راسك اهم من اي شيء لانه دا الخبط دايما بيجي فيها دا المشاكل كلها النفسية والصحية ليترؤمتها بكان الحماية لكن دا بيكون في حتا تانية لازم تتعرض ضربه الحفلة امرت لحد الساعة عشرة وشايفة انتها حسن واسمان وقفين جلابية بيضة نظيفة كده بعمة وايشي واقف على جنبها ووقفت ضرب شوية لما ساعة المديرية ساعة المدير دي طلع منه نافع على نافع واساس بتاع كلية الزراعة بتاع قسم الجينيتيكس الوراثة معه بغباني ستاكي وقصير وشلخة الغريبة ديك حتى ما تم شلخة ذاته عنده ديك وكانه بجلابية وعمة جاء كان نادوه مبروك 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 كان بدل التعذيب يعني كان بدل ضربه هنا الدرب الجماعي هنا بعد كي بده الشغل التعذيب المنفرد اول زول فينا في المجموعة صديقي عوض هارون محاسب شفت عوض هارون مارك من الغرفة بعرج والدم نازل منه فعرفت البداية يعني مهيئ لحاجة سيد لكن اول ما دخلت جوه يعني ذكر فيه حاجتين كان الرائد عادل عوضة ايه اول حاجة قدم نفسه انا الرائد عادل عوضة قال باسمه الكامل كده فقام بيتكلم في الكلام بتاعه كان فيه في اللحظة دي نافع جاء من هناك كان خلص كلامه مع حسن عثمان قابله ودهم الامر انه بعد كده خلاص حسن عثمان اتوصبه زي الباقين اه فنافع كان واقف فيه طرف باب الغرفة ومعه سلة من الامن كيه الضباط منهم عبدالله جابر منهم اه من كان يوجه كلامه للرائد عادل عوض بيتكلم عن عادل عوض ويتحدث معه وبعد ما هناه بالانتصار الكبير مبروك جيبته اكبر كمية عدد وقاللين قابلين خلية كاملة بما معناه ازاي فرح هزب كامل تجيبينه لينة اتناشر نفر نجل المعتقلين دانا اعريفه طوالين انه اعتقلوا عدد من الناس في المنطقين لان انا كنا خمسة بس بتوع التحالف الديمقراطي لما وصلت المرحلة دي وقف واتكلم معاه يعني كان بدء التعذيب قبل ما ايجير لما جاء نافع داخل الغرفة او واقف طرف الغرفة التعذيب بتاعينه ووقف ومشوا يتكلموا عنه نافع بعد ما شكروا وبتاع وركز عليهم قال لهم بإذن الله اي مجموعة تعتقلوها انا دائركم تركزوا على الحلقة الضعيفة في المجموعة تركزوا عليها وبإذن الله تلقوا معلومات مهمة والحلقة الضعيفة في المجموعة دي اشر علينا انا عارف بيكسو شنوه بالفهم القبيح العنصري الغبي بتعدد من الناس وخصة كلاب الامن يعني انه انه والله اذا كوت ان كوت حلبي وبالتالي جابان سنقدر نضرب ونطلع منه كل المعلومات الدارين انا ما بس بحيب استعمل كلمة حلبي اللي انا دي كلمة قبيحة انا بشوف المقابلة العنصر الاخر لكلمة نيجر اه فما بس عملها خالص يعني شو كده ما بقول كوت ان كوت فهم اكتر اتنين بيض نحن في المجموعة مصطفى زكي الحكيم وانا ودين اكتر ناس قاوموا مش قاوموا اتعرضنا اكتر اتنين اتعرضوا لتعذيب بشع جدا لكن ما قدروا يطلع منا نحاجة وايش يعني احنا بنملك الحركة سلمية للمقاومة السلمية ونبني في فروب التجمع الوطن الديمقراطي في السودان اه استمرت تعذيب ده لفترة كان فيه حاجة غريبة جدا انا عاوز انا بيها المهمة واحدة من النقاط التعذيب الزكرة في عدد من الحلقات الفاتتة اللي هي الشكلة بتاع الصفع المباشر على الوهشين يعني يجيف زول قدامك بضربك هنا ويضربك هنا ويضرب بشكل سريع جدا وفي واحد تاني مسك عصائل اللي هو كان داع عادل عوض اعتقد بضرب بك في حاول يضرب فانت بترفع يدك في رأسك هنا يلقى فرصة ويضرب هنا التنزل هنا يضربوك في الجنبات هنا يعني انا اذكر عندي كان سموهشن الهيماتومة اللي هي الحتة السودة دي في الجسم لانه ضرب كان بيتم من اليمين لهنا فالحتة دي انا استمرت معاي لحد ثماني شو لقد ما قدرت امرك من السودان ومشيتها اليمن زوجتي لاحظتها وشافت البتاء يعني انت عارف فيه حاجة شعور غريب بيتم لك بالنسبة للزول بتعرض رغم انك انت فيكتيم ولكن تشعر بقلط غريب مهانة اعتقد جزوك انه تعرضت لتعذيب ودلسة ما زالت معاك بتحاول تضاريه من الناس طريقة الصفحة المستمرة لدينا تعرضت لعدد من الناس وبعدين يجب ليك واحد من شاهد زعيان شقيقي طوالي كان يفتش عليه لانه العربية لانه نساغوني ساغوني فمشى يفتش على العربية فقال ليه انا لما ادوه العمارة قال ليه ان العربية استلام الحياة التي تخص المعتقلين قال ليه انه طلعت طوالي السلم معتبراه كي انه مكتب حكومي قال ليه وقفت قال ليه استنى هنا ده واحد منه سأل واحد بتاعه غفير ولا حي بالشكل هذا قال ليه انا وقفت وشفت بضربوه بنفس الناس دي تكررت نفس الطريقة دي تكررت تاني مع ثلاثة او اربعة شخص الظاهرة دي الطريقة بتاع التعزيب اسمها التليفونو تليفونو ما عارف جاين الطريقة دي وسيلة بتاع التعزيب موجودة في كولومبيا دولة كولومبيا في امريكا اللاتينية مشهورة لما بتعملها اي ساعش في الانترنت بتلقى تعارف الوسيلة لجناب اتعرض الواحد من حياة الرئيس السيئة جدا للوسيلة التعزيب بتعمل خلل في السمع خلل في الأزن يعني بتعمل الدخ انا من وقتها لحد الوقتي بتعالج من مسألة دوران الرازع وبعدين بتجيك في ايه لحظة فحصل انه لما هنا التحارير ووريتم انه حصل انا عليه فالدكتور قال لي اخي تتعايش معها وسائل بتاع التعزيب كثيرة جدا 22 وسيلة بتاع التعزيب جسدي وزي 18 وسيلة بتاع التعزيب نفسي التعزيب النفسي زي ما الناس كلها بتعرف سيء لا يقيل في سوء عن التعزيب بالتحديد تهديد باختصاب زوجتك تهديد باختصاب أخواتك يعني هذا الحيوان الرائد عادل عوض اللي هو بعدين اللي ترون حواريك الحملة اللي عملنا دولية اللي انتهت باعتقاله عنده اداء غريب جدا كان مع اسرة أهل القاضي وطلع انه كل المعلومات كلها عن طريقه انه هذا السفاح محمد عطل كان انتهت بجنسافيتنا هنا في واشنطن هو لانه كان مسؤول من المراقبة بتاع الشيوعين والديمقراطية في الخرطم ثلاثة وقالوا مكلف كان انه بنت اداء عادل عوضة استمروا عدد منه الناس اللي الاعتقال استمر التعزيب بتاعنا اليوم ده طويل طويل جدا كان فيه ذكر واحي اسمه انتلاب الامن ده ده عنده كان عنده وسيلة بتاع التعزيب غريبة جدا بعدما انه الناس بترجط في الطين والناس بتاع في الضرب ده كل هده عنده زي سلسلة كده فيها حاجة حديدة في ال قدام غالبا رصاصة فبتربك بها في بشكل وطيرة مستمرة في القاع بتاع الراس من ورا وده بتعمل حاجة غريبة جدا بتخليك انت كده ما حصل يعني الوسائل عديدة جدا موسيقى 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 انا عاوز يجيك للحطة بتاع التعزيب لانه طبعا الحقيقة زي دي قبيحة الواحد ما بيقدر يتكلم بها وما بيقدر بتاع لكن دي حقيقة بتحصل و انا متأسف دايما الاتراوما الاسر بتاعه عميق مهما كان يعني نحن بيكلم عن اول موس 30 سنة دلوقتي ماش كده؟ هذه الحاجة حصلت من يوم 13 أربعة تعتقانها سنة 92 تقريبا ثلاثين سنة أكثر لا أعرف ثلاثين سنة تقريبا لكن كلما تصل بمرحلة معينة انت لا تستطيع التحكم في نفسك يمكن ان لاحظها في عدم الحلقات يعني يعني انا اتذكر مرة واحد واحد علق تعليق سخيف في الفيسبوك على انه نازل انتو بارو جال ياخش يتخيل انه مساء التعزيب دي يعني هي بس رجالة يعني انت مفروض تكون راجل كده المهم لحنا عندما دخلنا في الاعتقال كان في عادي العودة قاعد في التربيزة تربيزة تحت المكتب بتاعه ومعه كيمية بتاعت اوراك هنا ومنا في اعدام من جريتة الميدان فطلع كان في جريتة الميدان العدد يا اما ديسمبر تسعة وتمانين يا اما يناير وغالبا يناير تسعين طلعت معلومة انه عدد من الناس الطلاب البداع انه ذكر انه تعرضوا لاقتصاب الجنسي وكانت مسألة يعني انا بالنسبة لي اول مرة واجه بها من قبل هذا الحيوان مع انتظار انا لازم اجتمي يعني ما اقدر استحمل الكلمة يعني عادي العودة الرائد عادي العودة فخدت البداع قال ليه بتقولوا نحنا ما عليش انا حستخدم الكلمة القالة يعني هستخدم الكلمة القالة نفسها انتوا بتقولوا انه نحنا المعتقلين هنا في السيون حنوريكم الليلة كيف انتظار يعني المهم كانت هذا العودة باشرافه زائد واحد مليان فل هو الدهجة جاي من غرفة تانية زائد ضابطه وطويل انا اوصافه كله وزنه انا عندي كان قدرة غريبة انه اوصف الناس وكتبت الكلام ده كله مكتوب من 92 كانت بوعد ما مركته فالمعلوات كله افرش اللي عندك كاملة الزولده هو الجه داخل من هناك الهايج اللي هو بتاع اللي هو الاصره هو جرر قطع الملابس باعتيل ورماهة وهو جرر بتاعه وهو قلاح يدوب فانا ما شعرت الا بجز اللزوجة بتاع جسمه علي وبعد كده الجرح تم في الشرج المهم كانوا قلوب على الاقل ثلاثة عاد العود موجود فيهم والزولد الثاني ده لا قادر اتحضر لكن عندي وزنه 95 كيلو خطيانة كاتبه والطول بتاعه ولونه كيفه وشكله كيفه وذولد قبيح في اخلاقه وفي الفاظه هو اللي بيستخدم كلمة وشنوح يعني حاجة منتهى القبح يعني منتهى القبح يعني انا كنت خلاص نوع من الهروب من الحصل عليها انا اعتقدت زي شبه ومغمى كده وكان عندي حصل لي صداع صداع في لحظاته غريب يعني لما انت خلاص حينفجر في شريان في الراس لان ممكن دي واحد معارفة ممكن تكون وسيلة من وسائل الهروب من الحاصل عليك انت انا يعني اذكر الحادثة دي عادل عوض واقف هناك ويضحك يضحك وده واقف هناك قام قال لي خلي بما معناه انه اه ياخد ما ده ما يستهل ما يستهل اه 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 لحظة التعذيب الخاص بي وقام دول الجروني طلعوني مع القروب البرى الغريبة الشباك فيه والضربة يعني انا كنت بسمع الضربة بتاع زملائي اناس عوضوا وناس الباقر ابراهيم والضربة وحسن عثمان نازل كلهم بضربوا فيه محمد عبدين بضربوا هنا يعني انا سامع دي كله بيقد حالة كده انك ما دار تجيك ما دار تسمع او محاولة الهروب من اللي يحصل عليك انت ما دار يحصل هناك اه هو التعذيب الاغتصاب ما تم بإلاج الزكر اه تم بإلاج كراعه ضفره حاجة كده مهم حاجة تسببت شرخ ونزيف في الشرج عندي في الجروب الجماعي بتاع التعذيب ده الواحد يعني اه شاعر انه زي مقبوله ما عز اقول لك الموت وسط الجماعية لكن كلنا اتعرض لتعذيب واحد كان الهم الرئيسي بتاعيانه انه الباقر الباقر إبراهيم وانا اسمحته انه اذكر الحديث بتاعه الباقر عنده كيلة واحدة فضرب في الضرب بالضرب الشديدة اغمى عليه حسن عثمان كان يدخل طوالي رغم انه ذاته مضروب وبنزف اعمل احساكه انت بتقتل في الزلدة لانه كان وقع بذيش خر الزلدة عنده كيلة واحدة الزلتان وديله اكفين الزباني انا ما متذكر كان عادل عوض واقف لكن كان فيه قيادة كان فيه علقة جل الكلبي احمد شمس الدين الملازم والباقينديل فديل واقف بيقول له وين كيلة تكلف بتاعه عندك كيلة واحدة اطربوا في الكلية الحية ركزوا في الكلية بدأت ضرب في الكلية الكلية الواحدة الحية التانية دي كنتهت ماشيولة منه لما خلاص اغمى عليه واجع بدأ اشخور كده فزي التخوفوا انه بتاعه المهم موجفوا التعذيب زي الساعة اثنين صباحا كده الساعة جوانا كنا في حافلة كوستر ذكرت ايوتا كوستر كبير دخلونا جوه وخدتوا علينا شوالات ساقونا ودونا من هناك لبيت الاشباح يعني لفوا علينا بالعربية كده يعني كلنا مغطيين ورقدينا في الوطى لكن ما كان زي الساعة اثنين صباحا انا شعرت من التركيز كده انه المشوار ده ما طويل من العمارة تشعر انه الحي زي دي كل ما اخذ اكتر من خمسة دقائق دخلوا العربية ذاتي جوه ونزلوا العربية هناك اول ما نزلنا كمية كانوا صح باقي الحرس الحرس دائما في البيت دخلونا ودخلونا ووقفونا على الحيطان ارفع يدك وضرب ضرب الغات ما كانوا بجهزوا للزنزانة رقم 5 دخلونا في الزنزانة اللي هورد في الوقت كلنا ما شايفة اي شيء ما عاد فيه اي شيء ووقفوك جوه هناك ووقفين ترفع عندناك فوق ويضربوا من هناك الزنزانة ضيقة تماما نحن دخلنا ستة لكن كان شايلانا ما كان في زون غيرنا وضرب هناك وشنو انا اذكر في ضرب ده ووقعت ما انهرت ما قدرت جروني اثنين كده جدوا في الحوش نذكر حاجة رطبة كده ووقفين انه كيف الحائل الرحصة الشنوية واضح انهم كانوا ما عندما الاهتمام انه اي معلومة عندنا الغرض الرئيسي انه الكسر الجسدي والنفسي للنازل لحطم النازل خلية مهمة جدا كانوا عندما الفكرة انه بضرب الخلية زادين كل الشغل بتاع المعارضة حي في العاصمة ما سمحولينا نخش الحمامات تاني يوم الساعة اثنين في الظهر ما في اي وجبة ما في اي حياة لحد اليوم الاول ده انتهى كله ما في اكل ما في الشراب ما في ضرب بس وتطلع بالليل حلقة تسموها الحديقة لما هما بسموها بيتم فيها التعذيب الجماعي هناك مرات يطلعوا الناس من الزنازين الباقية دي مساحتها الأطوال بتاعتها من خمسة بعيدة اختها تقبل خمسة سنتي تميتها من مئة وتسعين سنتي الأطوال كده مئتين خمسة وخمسة انتهى بالقدم اتنين واحد بعسي واحد اتحادي زنزانة مئتين وتسعين قول قول مترين في مترين ونص او في مترين وستين سنتي قول بالضبط اكتر من ساعة يعني انت لما الناس ترقود في الارض كده ما ترقود الا بتكون متلازقة بتقيف كده بجنب عشان تقول ده الوضع ده الزنازين ده الزنزانة رقم خمسة كان في من الزنزانة واحد لحد الزنزانة خمسة ده الزنزانة الاولى اعتقد كان فيها العميد ولا العقيد نصر حسن بشير نصر واعتقد نمرة ثلاثة النمرة اثنين فيها حاج مضوى من الاتحاديين وكما الجزوري مهم عدد من البداعه وهذا انتاخذ الشكل بتاعيه هي في طمنتاشر انا لما اخذني التحقيق والدونيلة الرئاسة بتاع الجهاز هنا لما رجعت في تخريمة في ساعة عشرة بالليل بشكل رجعني زنزانة منفردة ما انت ما بتقدر تجيب فيها حيلك بتكون موطة وتخش كده وبتقعد في الزنزانة دية زنزانة كانت محددة كده بتتخطى فيها بشيروك منها بعد العمليات بتاع التعذيب دائما نزول يجيبه بدخله هنا بشكل انفراد كان فيها حاجة غريبة جدا فيها زي 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 سيرينة بتاع الصوت كده زي بصوت مستمر طوالي وبعدين هي زنزانة صغيرة خالي انتها دوب بتقدر تكون قاعد فيها كده بعد عمليات التعذيب يكتشف كل ما يسوقوني اللي التعذيب يأخذوني بخطوني هذه وبشغلوا الدهاز الصغير ده بعمل تشويش على زاكرتك انت بيحصل لك ما بتكون عارفة تحصل عليك شنو خالص انت شنو فما عرف هل هي وسيلة من وسائل التعذيب انه على اساس يمسوا زاكرتك اللي اخبطوا لك الزاكرة كده طيب انا ما كان بسوقوني هناك انا اندهشت العمارة لهذا الحيوان عادل عوض الرائد عادل عوض الوحد سمر في السجن دهول كان مصير على التعذيب انه لازم انه انا عندي معلومات خطيرة جدا ما اكتر من ما زي ما في الاول الواحد كان بولي اخذها بس حمر نافع مغفل نافع عنده عربية والناس كده بسوقهم بالعربية لكن عادل عوض كان مصيرا انه انا عندي حاجات لازم يطلعها مني فكان بيمارس اسكال بتاع التعذيب غريبة جدا اه في عدد من الناس هناك كان بيمارسوا التعذيب مع اي اشكال التعذيب هناك الطيارة قامت الستة العرقي الربنوت كل الحيات اللي بأتيك لكن اكتر ما فيها كانت الضرب ضرب المبرح بشكل البتاع العصائي منها التلفونه الضرب الصفحة على الجانبين الجانب الأذنين والضرب ده وليوم من الأيام بيقى فيها اول من استخدم الصعق بالكهرباء هو عاد العوض عشان ما ينكره تماما انا من استنى اليوم ايجي بتاع المحكمة عشان انا قفل المحكمة والريو اذا كذب الحي لانه نكر حسة نكر اي شيء ينكر انه قال انه انا انا ذاته ما كنت في الجهاز فهذا العاد العوض اول حي حتى من كلماته الشهيرة انه كان انه انه انت ما بتعرف انا اول مرة تصعيقت بالكهرباء ما كنت عارف الحاصل زون من وراي هنا خدت الحي هنا وراء ضاني ما اعرف تهيش انه تكون ازاي حديدة افتكرت انا في النهاية زي الحاجة اللي بتستعملها الشرطة هنا لكن حياة واضحة هنا حياة متخلفة زي يعني بينات هنا فاني ذكر لما ديت يعني اتنفضت طرته كده وخبطت في كرسي في راس مقعده شيء في اغم عليه بعد فترة سامعة الجوطة بتاعاته من الكلام زي ذا تاني في ساقة كهرباء فكان بيتكلم انه يعني بيسخر به حكاة انه نحن بما معناه انه طريقة انه نغمر الزور بالكهرباء ونفوقه بالكهرباء ده عاد العود قال الكلام ده بالتحديد وانا شاهد على الحياة الزي دي يعني كلها فيه عدد اتذكر واحد من مرة تا يعني بيسخر به حكاة انه نحن بما معناه انه نغمر الزور بالكهرباء ونفوقه بالكهرباء ده عاد العود قال الكلام ده بالتحديد وانا شاهد على الحياة الزي دي يعني كلها اه فيه عدد اتذكر واحد من مرة تعذيب مرة كان يخلي ما فاضي تحولني لي زول تاني وغرفة تانية مكتوبة عليها المدير لكن لانه كله كان بيتم التعذيب دائما بعد الساعة 3 و 4 يعني بعد الساعة العمل الرسمية فالمدير اللي هو نافع ما بكون موجود فالغرفة مكتوبة عليها المدير ولا حيب الشكل فلقيت فيها زول احمران شوية جل ماسك كده بقيت السيطان بتاعتنيم كده مخطوط زي خبستاشر او عشرين حقيقي كوامم كده حاليكم شايلة الصفق منه وخاتم فقال لي انا يلا قاعدك انا عايزك تحكي لي كده 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 تقول لي كده فلان 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 واحد من حياتنا كانوا يعني ابسس بيها انه اه الشفع خضر والله ارحمه اه الخاتم عادلان كانوا بركزوا على الشفع خضر اكتر لانه هل اساس انه عندها بعرفه انا من وقت مبكر وانه انه زول دا ثاكن وين فلان دا يوريك عشان شكل تعزيب العنصر فلان دا قاعد قال طبعا قال لي اخينا هان شايف السيطان دي كلها انا كلها هكسر فيك لكن انا عند اقتناع انك للأسف برضو حسامة الكلب القبيحة بتاعتهم حالة بجبان ما حنالحك خمسة ستة بتاع وبعد كده حتتكلم لحسن الحظ الحظ حسب ما تشوف الصورة انه تكسر الخبصير اه صوت كلها وانا ما قلت ليه والداير وهو فكان مصاب بجنون بحالة بتاع انه كان بضرب بضرب بعنفك يعني انه بقد كأنه انا استفزاز له يعني كيف انا ما انهار قدامه مرة تانية برضو جابانين للتعزيب هناك وكان الشلة بتاع اول مستمني اشخاص كانوا بمارسوا بالتعزيب كان في كم غرف سائم اصوات بتاع الصراخ في غرف تانية اه لكن انا في النهاية انا كنت المين تارجد في اليوم داك والضرب بضرب وانا لما المغلق تذكر الكلام ده بالتحديد هذا انا المغرب صار الجا وتسبيل جامع القيادة المسلحة سمعته انا فقاموا كلهم قاموا تغسلوا يدينهم الدموما الدم في يدينهم نظف نظف نجاسة بتاعتيك ووضوا وصلوا ووزوا في المرافع يتهجد كده ب انتشوفوا دول انه بس ملاكة قاموا انتهم الصلاة صلوا جماعة دوروا تاني التعزيب ده المشروع الحضاري بتاع بتاع الدولة الاخوان المسلمين اللي هو بشعر انه ما في اي شيء ما في غضادة اللي بيعملوا فين يعني دايما في النهاية ابراهيم السوروسي بتاعهم قال شنو في حديث بتاعه يوم 19 شهر سنة 2009 في جرة الصحافة انه التعزيب اللي عملناه ده اجتهاد كان مننا يعني انا عندي الكوتيشن بالتحديث محتفظ بالعدد الغد الوقتي انه ده كانت اجتهاد مننا نحنا كلنا كنا بنعمل من اجل الاسلام والسودان اذا اخطأنا فلانا اجر اجر الاجتهاد واذا عصبنا فلانا اجران ده هذا ابراهيم السوروسي البداي انه شيخ بمثل الاسلام قال كلام زي ده بلسانه ما يقدر ينكر انه قالوا في الصحيفة الرسمية بتاعت الدولة فالدورة دي استمرت استمرت زي عشرة يوم بعد عشرة ايام الاثناشر يوم اتنقلت من التعزيب الخاصة للغرفة الانفرادية دي لحاجة اسمها البرندة كنا فيها تقريبا عددنا زي السبعة عشر عدد من مختلف الجهات حزب امه و مش حركة شعبية واحد من حركة شعبية واحد جزائري جابوا لينا برضو متهمين انه غواصل الجزائرين ضد الحركة الاسلامية مع انه اثلامي 100% لكن اختلف معاما المهنده والامام كان احمد المهدي اعتقد اسمه من حزب الامة كان امام جامع مسجد الانصار في ودنبها ويعتقد فكان هو بيمنة رائل محترم جدا برضو كان بيعزيب فيه معانا لكن عشان اوليك انه التعزيب بترك اثار بشع كيف في الناس يوم من الايام يوم من الايام جاء هنا في الوزول من الناس كفاق صناعж زولد احدية اعمال ويأتي الى بالمهنده ويأت بثقاق عيني تتكلم مع اسمه يأت الدربونه يتم دربونه يجب السادس قال ايام همس في ايدي انخي انت تعرف انه ماذا يا مفدا اقول اسمه اخي انا يقتلك سياسيا من المشكلة اقريد قرأي لك لكن قال له انني سنتقم قال له انني سنتقم لم ننتق منهم لأنه لم ننتقم منهم سيرى يدخلوا أي منه قال له انني سنتقم في جناهم في أطفالهم يعني تحول يعني ما سيأتي لأي حول الله ما سيأتي لكي أغتالوهم أو يغتصبوا عيالهم أطفال يعني انظر البشاعة تجعله تشوه نفسيا لأنه لم يستطيع التحمل حصل عليه وشافه الثاني حصل على واحد من الطفل الذي يبيعه في أمبدة وكيف يقرشت الخصية وكان كل الألم العايش فيه انه عمر سوء طار سنة هل لو اتزوج كان بسعني؟ لانه كنت اشغال في صيدلية فقال لي اخنا لو اتزوجتها مقدرة ليه الثاني؟ فهدته اكودي اخي خلي الموضوع ان شاء الله بس لحد ما اتهمرك فما عارف انه هل هو حي ميت الأحداث كثيرة كثيرة خالص في يوم زور من الناس بردو مجموعة اعتقلوهم التي تصفت حسابات ببيناتهم واجابوهم في بيت الاشباح ففي واحد فيهم انفورشينت اللي عنده مشكلة زهولة لمرض نفسي فما فاهمك بيضربوا فيهم صباح ميسا بيضربوا فيهم صباح ميسا عزبوا فيهم في الناس مع الناس كأخول ما قدر استحمل يوم الصباح نحن خمسة ونص ستة صباحا صحينا على الحشرة انه هل يشخر يموت هل يحاول يكتل نفسه بمخرطة الملوخية يطبح نفسه هنا لانه لا يستحمل امسك ابدا المحسن احتوتر شديد في كل بيت الاشباح هل يحاولوا الزول هنا هذا الزول انا قابلت بعد مراكة المعتقل لقيته حايم في البرندات فندق اراك لانه كان قابلوا من هنا وحتى الزاهل انفصل تماما لماذا لا اعرف شاهدت الآثار في رقبته يعني هذا يعملوا حياة ما ادنع لها يعني عارفين هؤلاء من هنا مات مات بشاعات بشاعات غريبة الاشكال الجو الناس اللي يمارسوا التعذيب انا اقول لك شنو وحيث محسن الزولتك يعني حاقت بشكل غريب وبضرب بعزي بضرب ضربة مهول يعني وبمشي الجنوب كل مرة قالوا كل ما يشعروا النخ واللي عاوز يكتل اكتر يودوا الجنوب وياخد الشغال في الاستخبارات العسكرية بتاعته العينات زي دي بلكوم الامراض زي دي يعني انا في لحظات لما كان بسوقني للتحقيق دل كان اكتر بتوتر اكتر لانه ما بتعرف انك حتي وردي بدت تتصل علي الاعراض بتاعت الدوخة والبتاع بيقيت ما بقدر امشي في هناك وتسبد نفسي هنا في الحيطة لما تتحرك من حتة الحتة ففكرت سيريس لي في المسألة بتاعت الانتحار يعني انه حل الوحيد انه الواحد يكتل نفسه هناك لما يشعر انه ما بيستحمل اقصى ما يمكن احسن ما هم زي يعزبوك التعذيب البطيذة وكان عندي سيناريو كامل عن طريق الكهرباء يعني خدت انه لما ما اقدر استحمل اكتر بعد كده شيء دخلت الدفعين في كهرة وفكرت سلكين كده خطيتهم في الحمام ولافهم كده على اساس انه ما في ذول ملاحظهم برضو دي واحد يكتل عن مسائل فيه يعني المسائل بتاعت التعذيب وشيك الانتحار دحية عادية اي ذول بمرك بتراما اي ذول عنده يعني بيكون حاد جدا وناس ممكن سمعتوا بالقصة بتاعت المهندس الذول بعد فترة طوية اللي حصل عليه واشنو واشنو مشاكة الوزرات كلها ومعينه ذول هادي ومعروف ما عنده ادنى امرأت لان ذول عمره كم وثلاثين سنة مرض نفسي ما بيجيك بعد الثلاثين المرض النفسي بالنسبة للرجال معروف بيجي من عمره 16 لحد 24 الناس فما يعني ما يقول انه ذول ده اصلا كان مجنون ذول مهندس في وزارة الأشغال محترم في مكان كل الحاول انه هو اعترد وقاوم رفض الحاجة على القاوم هم اكتر حايف خافوا منها لانه بتنتنشر الخوفة البذرة بتاعت المقاومة هم خمصار نفر متحكمين فينا نحن 171 نفر 171 معتقل في البيت كيف حدنا هم خدنا في الحتة كذلك قريبا لشهر يوم فجأة كده لم يكنوا كلنا 17 يدعونا بالجهة التانية في الحتة العامة البيت مثل الاشباح الرسمي بحثنا كده السبب شنو جاد انه جاءت مجموعة كتيبة جهادية منهم كلهم اجانب حمر معظم مصريين على فلسطينيين جاءبين 4 طهر واحد جاءبوهم كلهم بالسلاح وخدتوهم في الحتة تقفلوا النازل يكونوا نايمين بالنهار ويخرجوا بالليل بعد حضرة التجول قال اتحدث عن الامن فقال لي معارفين ان الخرطون هناك عدد من جواسس بعد حضرة التجول ويخرجوا الشغل هذه شهادة من الشهادات سلمتها في الناس المكانوا ناكرين انه هم الناس المطوراتين في الهراء قلت لهم نشهد عيان كنا مئة واحدة بين اننا نزول معتقل في البيت نزول معتقل في الناس المطورات ويقوم بإطلاق ويقوم بإطلاق ويقوم بإطلاق ويقوم بإطلاق عن طريق المدينة ويقوم بإطلاق ويقوم بإطلاق بعد ذلك في حالة 10-20 يوم لأنه عربية من الحياة النوادر. أنا كان عربيتي معتقل وبروفيسور كامل كان عنده اللابتوب معتقل هناك. فالمهم هو أن يأتي كل يوم ويأتي هناك. واحد من الحياة التي تذكر أنه ممنوع أن أذهب إلى الدكتور. يقول لك أنه لو جاءت مرض وليس أذهب إلى الدكتور ويأخذ من أي صيدلية الدواء. سأذهب إلى مالاريا. فلا تذهب إلى الدكتور إلا تأخذ إذن مننا. الخوف كله من الآثار التعذيب الذي ظهر عليه هناك. هذه كانت هناك. أها بعد ذلك يصلي مين؟ أخي أخي مرة هنا في شرواني ومرة في الرياض. لا أنا أخي قالت تختار واحد بس. صلي في شرواني. صلى في الجماعة يقصد. لماذا؟ لأخي قال لي بيع جماعة عليك التمام هناك. عندهم زل. عندهم زل بتعلينج الشعبية هناك. وبيعمل التمانشاف محمد القاضي كل جماعة. أخذت كم جماعة كده وخليتها. في واحد من حياة القبيحة يجيوها في مأتاة التعذيب. عشان تشوف ليك مهرب من التعذيب. إنه دائماً الناس بتلجأ للدين. وتلجأ تجرى 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 تختم. كنا دائماً بنختم القرآن جوا كده. أما يشوفوك إنه جايت في حلقة من حلقة القرآن. بيتخيلوا إنه خلاص كسروك. وإنه بجيت تبعهم. فبتمشي. خاصة لو أنت صايم مثلاً صومة الاثنين والخميس. لأنه والدتك بالصوم دائماً البتاء. فأخذت العادل زي دائماً. فأخذت العادل زي دائماً. أخذت العادل زي دائماً صايم. لا أعزبوك إلا بعد الفطور. فيه حاجات كثيرة ما تلجأ إليها هناك. عدد من الناس لقيتهم جواة ضربة وتعذب وتعذيب. غريب جداً منهم المرحوم معاوية عمران. وتزول من الناسهم درمان حداد. يعني كان هذا تعذيب غريب جداً. يضربوا رأسهم بالحياة. واحدة من أسوأ حاجات التعذيب. وهذا بناشد الأسرة المرحوم حسن بزيت. الدكتور الزراعي. أنه أسرته تفتح بلاغ في الحصى اللي. أنا لم أشاهدت التعذيب بها. لكن أقول لي أن أمن. أنه شهد البتاء. حسن بزيت. للناس الذين لا يعرفونه. يحمل دائماً بخاخة الفينتولين في جي. وعنده ربض نفس طوالي. يأخذته جواه. واللون أبيض. أبيض كامل. يعني خواجد شكله. فهذا الذين كانوا يأخذونه. يأخذونه منه البخاخة. وعندما خلاص الربو بتائه. يقربوا موت. حسب كلام الذين يأخذون الأمني. يبقى أحمر مثل الفشفاش. كل وشه يبقى أحمر مثل الفشفاش. حسن بزيت. مرق بعد التعذيب تطلع. وعمره 56 سنة ومات. صحته جامز. وزور رياضه وزور أي شيء. عدد من الأطباء هنا الأمريكان والسودانيين سألتهم. وعندما خلاص الربو بتائه. لماذا يحدث؟ لماذا يحدث؟ لماذا يحدث؟ لماذا يحدث؟ المعروف أن هذه البخاخة تفتحها. لماذا يحدث؟ لماذا يحدث؟ لما يحدث؟ أي يزول اتعرض لتعذيب؟ مرق بعاهة. بعاهة. إما ظاهرة. إما ما ظاهرة. لكن كلهم يحملون أثار. بعد ثلاثين سنة لا أستطيع أن أستحمل فقط موقف لكي أتحدث. أتحدث لك. يمكن أن الناس رأت في الحلقات لتعبيوت الأشباح على الفاتن. هذه قطرة. قطرة فقط. فما تدخيل البشاعة؟ هذه تجربة قبيحة. تجربة قذرة. تجربة بتعاوية. أنا لا أقول أنهم ناس مرضى لكي أجعلهم. لا. هذه ليست مرضى. هذه العالم مجرمين بشكل أساسي. يجب أن يتعرضوا تماما لمحاسبة كاملة. يستأصلوا تماما هم وفكرهم. هذا يسمى الفكرة الإسلاميين. حتى يسمون نفسه إسلاميين ما مسلمين. الحمد لله ما اقتروا الإسلام. يعني لا لا لا. هذا حصل خلال ثلاثين سنة. لا يجب أن يستمر أبدا. نشكر الأستاذ محمد القاضي على هذه الإفادات التوثيقية المهمة. والشكر للزميل عبدالحافظ محمد خير الذي أنتج هذه الحلقة من أستوديوهات ستاوس نورث ميديا. حتى الأسبوع المقبل استودعكم الله وإلى اللقاء. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة